بعد سلسلة تفجيرات استهدفت خطوط نقل الكهرباء في محافظة صلاح الدين يأتي استهداف محطة صلاح الدين الحرارية للطاقة الكهربائية في سامراء وبعد منعنا من دخول المحطة لتقطية الحدث ونقله انتظرنا خروج العمال الذين عبروا عن استهجانهم كثرة استهداف الكهرباء هذه الفترة مطالبين الحكومة والقوات الأمنية حمايتها إذ أن الخاسر الأول هو المواطن يوم محطة يوم الأبراج مفجورة كهرباء ماكو يعني شنو النية إلى متى أجندات خارجية لو جندات داخلية لو شنو يعني شنح شنطلع عنا الطورة اللوادم يا أخي كافي عود ملينا شعب همين أمل لازم واحد يحكم غميرة الحكومة أين القوات الأمنية أين إلى متى هذا الاستهتار والاستهزاء بالشعب العراقي يعني يوم الأسلاك يوم الأبراج والبوارحة أمس انضربت المحطة يعني نحن نقول إلى متى يعني وهي كهرباء خادمة يعني البلد وخادمة المناطق نطالب القوات الأمنية بحماية الأبراج وهذه كلها تأثلها على المواطن وإحنا اللي نرجوه حماية المنظومات الكهربائية وحسب ما يراه مراقبون في المحافظة أن هذه التفجيرات وإن لم تكن الأولى ما هي إلا صفقات تجارية سياسية أهدافها أما أن تكون نفعية أو تسقطية لجهات سياسية معنية وعليه فأن على الحكومة اتخاذ ما يحد من هذه الأعمال التي عدوها أرهابية نرى نحن كمراقبين أن هذا استهداف ممنهج ينتهجه بعض العاملين وبعض الشركات وبعض رؤوس الأموال من أجل الحصول على صفقات والحصول على عقود من أجل صيانة هذه الأبراج وديمومة عملهم لأنها خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات فنلاحظ أنه فيجب على الحكومة العراقية إعادة النظر والوقوف بحزم تجاه من يحاول العبث لأنها تعتبر هي من ضمن الأعمال الإرهابية والتمسل أمن المواطن استهداف آخر وهذه المرة ليس على أبراج نقل في طرق خارجية بل على محطة توليد طاقة كهربائية في سامراء الحال يتكرر ومعاناة المواطن تكبر من صلاح الدين فراس الحسني أتسغير